اشتركوا في القناة بيقول لها انت قادرة جدا عن انت بتعملي ده قالي طلبوا استانا ما عنديش شغل ومحتاجة لو اي شغل بقدر اصور واطبع وبعمل حاجات كتيرة قوي فقال لها انه للأسف ما فيش شغل دلوقتي وبعد ما بتمشي وبتعد تدعي ربنا انه هي تلاقي اي شغل بيبعط لها الراكل ده وبيقول لها انا عندي شغل بس مش عارفة تنفع معيكي وانت طالبه في الكلية ولا لا قالت له ما تقلقش انا هقبل باي حاجة عشان بينزل عشان يروح الجمع لكن بيقابلوا تشمواي وبيقول له احتفلت ولا لسه قال له احتفل باي قال له ما السيد روح تفل عشان خطر اللي حصل مع سافي مش مسكت ايديها وسلمتها بنفسك رحت له انفي وقالت له بعد اللي حصل ده انا مش قادر اصدق ان سافي اللي بتهتم بالكل يتم التصرف معها بالشكل ده اللي فهمت قلبي وانقذتني من عمي موكل يحصل معها كده ومحدش يدفع عنها خالص ولا حتى انت وهي اللي اكتشفت فضاحة المصاريف وانقذت الطلاب وما فيش اي حد دعمها وبيقضوا الاختبارات كمان على راحتهم بيردت شمواي وبيقول له ان سافي بنت بتحترم نفسها جدا وانت عارفها كويس لو اخدت اي خطوة بعد ما تجرح احترمها لذاتها بالشكل ده يعني لو حاولت تنتحر هيكون دي مش انتحار هيكون جريمة قتل والقاتل هيكون كل شخص اهانها وبهدلها ومنهم هتكون انت بيوريها صاحب المكتبة مدجر الشاي اللي قالها عليه وبتلاقيه قدام الجمعة بالزبط وبتقلق ومش بتبقى عارفة تتصرف ازاي وبتقول له مفيش اي اختيار غير ده فبيقول لها انا سمعت مشكلتك وعشان كده بحاول اساعدك لكن انت بتتأمري يبقى ولا ده ولا غير وقالت له استنى وما تتدايقش قال لها ما يهمنيش اللي انت تقصدي بتقول له تب هو متنظف قال لها مفيش مشكلة انظفولك وازبطولك انا مش عارف انت بتعملي ايه روح يدوري على وظيفة في مكتب يكون مكيف انا عمي تعبان وعشان كده قلت ادهولك بدل ما هو فاضي كده قالت له لأ خلاص انا هاخت ودته الفلوس واخدت المفتاح فكرت اني هتاكل حاجة لان هي ما كلتش حاجة من مبارح لكن قالت ان كل روبية بتصرفها لازم تاخد بالها منها وما رديتش تاكل ايشان بيقول له ما تقلقش هي مش من البنات اللي ممكن تنتحر عندها سببين ويخلوها تحافظ على حياتها السبب الاول ان هي تحطت في مشكلة وتلزق فيها وصمة عور وعشان كده مش هتسكدر لما تثبت برائتها والحاجة التانية اختها قال له طيب انت هتسيبها كده مش هتدعمها مفيش اي مسئوليات تجاهها قال له لا خالص هي رفضت كل المساعدات اللي انا قدمتها لها وانا مسئوليتي تجاه الجمع وتجاه الطلاب بتوعي ومشى وسبت شم ماي سافي دخلت علشان تنظف المحل في شغلها وكن اثناء ماين بتنظف بتلاقي شكلة واقف قدامها وجاي بيعتذر لها على اللي حصل منهم بارح وانه مقدرش يقدي وجبه كاخ كبرليها قالت له بالعكس انت وقفت جنبي انت الوحيد اللي دعمتني بيقول لها انت بتعملي ايه جاية تعملي ايه هنا قالت له انا جاية باشتغل قال لها انت بتفتحي مطجر الشاي هو سيد رو طردك من البيت قالت له محد اشترضني انا اللي سبت البيت واسفل ان ما فيش كرسي كويس بيقول لها الكرسي ده اللي عايز يعط انما انا هساعدك وهنظف معيك وساعدها ونظف معها المكان وكمان زوجته جت وجبت معها اكله وقالت لهم يلا عشان تاكله فبتقول لها انت هتقفي كده يلا عشان تعادي تاكل معنا بتقول لها ما كانش فيه داعي الكل ده وبعد ما اكلت وشبعت ورتاحت بتفكر هتجيب فلوس منين علشان تجيبي الشاي والحاجات اللي هي لازمها فبيديها الفلوس شكلة لكن هي ما بترضوش وبيقول لها يعني انت بتقفي جنبي وبتساعديني ده انت عملتي حاجات كتير قوي علشاني لكن طبعا عشان انت احسن مني مش عايزة تقبالي مني المساعدة قالت له ايه اللي انت بتقوله ده فرح قال لها بتقولي علي يا اخي ومش عايزاني اساعدك وقاوف جنبك على اني انا اخويها الكبير وبعدين احنا مش بنيديك الفلوس دي علشان خطر نساعدك لأ انا حبقى مشهور في من من الايام بسببك قالت له ازاي قالها لما تكوني ضابط خدمة عامة وتتكلمي قدامه سايل الاعلام ما انت حتقولي اسمي وساعتها انا حبقى مشهور تعالي نخليت شهين تبقى ضابطة ادارية دلوقتي يلا وبيجيب شكلة السلم وبيبيض اليفطة علشان يكتب عليها اسم سافي وبالفعل بيورها لها وبيقول لها شايفة ايه رأيك فيها اي اي اس للشاي قالت له يعني ايه قالها يعني ايام سافي فبتقوله شيلها وعملت عيط قالها اشيل في ايه ده اسمك مكتوبة عليه لكن هي زعلانة يعني من ضابط تبقى فتحة متجر شاي وبتشوفها ريفة وبتقول سافي فتحة متجر للشاي قدامها تبوسلي وبتروح وبتقوله سوريكا وبتحكي لها اللي حصل اسمي تزعلانة وبتقول البنت بتاعت الجامعة واللي بتقال عليها ان هي الاولى تعمل كده ليه عملت كده يا سافي وبيقول نيشي ان هي فتحة متجر الشاي قدام جامعتهم مخصوص عشان يبقى ليهم واسمة عور والناس تلومهم لكن بيردت شمي وبيقول الطريق اللي انتو صبته لها مفتوح انتو قفلت كل الطرق قدامها وحتى ان مستقبلها بخطر يبقى ازاي بتعمل كل ده لمصلحتها دورفة بتقول ان هي عملت كل ده عن قصد علشان خطر الناس يتعاطفوا معيها وبعد الغش اللي غشته لكن قانفي بترد عليها وبتقولها طب ما انت غشتي اتعامل معك ايه ولا ايه اللي حصل لك ما انت زي الفلة ووقفة واخلقت لنفسها مشكلة كبيرة لما بعت الملاحظات في اخر اللحظة بتقول سوريكا لرو ان سافي عملت كل ده علشان خطرته حط دماغنا في الوحل لكن ايشان بيقول هي ملهاش اي علاقة معنا هي وهي ماشية قالت ان هي حطمت كل علاقتها معنا يبقى ملناش دعوا بيها ورو بيقول ان ايشان عنده حق لكن رو بيخطط لها الخطة تانية وبيقول ان الصبح عندها مفاجأة كبيرة سافي في المستشفى وبتطمن على اختها لكن شكلة بيكلمها وبيقولها ان هو اجاب كل الطلبات ليه طلبتها منه وبيقولها ان بكرة الصبح هيعمله الصالة ويبدأوا الافتتاح على طول سافي راحت المستشفى عشان تاخد الشنطة بتاعتها وبتقوله نشنتتي كانت هنا فبيقولها دي مسئوليتك انت ومش مسئوليتنا احنا وكل واحد لازم ياخد باله من حكته وزعلانة سافي وبتقول دي كانت المتباقية من اغراضي روحت سافي بالليل على المحل بتاعها وفتحته علشان خاطر تنام فيه مش عارفة تنام ازاي ولا عارفة تعمل ايه تاني يوم الصبح سافي بتصحى وفي حد بيخبط على الباب وبيقول لها انا اللي جيت عشان نديك اللبن وحاجة ديهولك يوميا في نفس المعاد وبتروح كمان زوجة شوكلا وبتقول لها يلا تعالي معايا علشان تستحمي ونبدأ الصلاة فسافي بتقول لها انا ما عنديش اي حاجة لان الشنطة بتاعتي تسرقت فقالت لها وانت كنت نايمة هنا على الارض طول الليل روحت معاها على البيت وديتها كمان ساري علشان تلبسه وقالت لها شوكلا كان عاملو الاخته خدي وهيبقى مناسب لك وما ترفضيش فبتقول لها ازاي وهما كانش عاملو علشاني فبيجي شوكلا وبيقول لها ان هي كمان اخته فبتقول لهم انا مش عارفة ازاي حسدد لكم المعروف ده لكن شوكلا بيقول لها لما تبقي ضابة خدمة عامة حركب معاك العربية وحلف معاك هنا وهناك فبتفتكر بالكلام ده الكلام اللي كان ايلهولها جدها وبتقول لها روحي يلا واستحمي بسرعة ما عندناش وقت علشان تبقي عاطفية كده وسافي بالفعل بتروح على المحل بتاعها وبينزل روه من العربية وبيروح لسافي وسافي بتشوفه